طبعا أنا شايف حتى مثل ما ذكرت يعني عن الإيمان والرجاء والمحبة لكن أعظمهن المحبة بس أنا شايف فيه ارتباط وثيق في الثلاث كلمات مثل سلسلة صعب أنك تفرق بناتهم لأنه الرجاء بيحتاج لإيمان والشخص اللي مليان فرح ومليان صرور وعنده الرجاء كمان مليان محبة وبيعكس بطريقة إيجابية حياة التوقع أنه كل يوم أفضل من اليوم اللي قبله اللي قبله لأنه عم بيتشبه بيسوع المسيح وعم بيتقرب بيسوع المسيح ألا تعتقد هذا؟ بكل تأكيد وزي ما حدثت بتقول كده أنه ممكن نشبه أن الرجاء ده ده زي الأم اللي بيأي أولادها حكتين وفيه آية حقراها مع المشاهدين كمان أولادها الفرح والسلام عايز أقرأ معاك أخ نزار ومع المشاهدين كده يقول كده في روميا 12 الآية الجميل فرحين في الرجاء وفي روميا 15 برضه آية تانية بتقول إيه وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان يعني إله الرجاء لأنه هو كده كأنه الرجاء ده أم أو مصدر السورس اللي بيطلع منه إيه؟ بسبب الرجاء إله الرجاء ده بقى لأنه إله الرجاء حيجي ويملاني بالفرح يملأكم بالفرح وسرور هنا بيقول سرور وسلام علشان نزداده في الرجاء بقوة الروح الكدس اشتركوا في القناة